اهلا بكم مع فيديو النهاردة. النهاردة شوية اعدادات. مهمة جدا في جهاز الاندرويد بتاعك لازم توقف تشغيلها فورا. اه الاعدادات هنتكلم عنها اه هتوفر لك في استهلاك بطريطك وهت اه وهتمنع اه حاجات كتير جدا بتزهقك. زي الاعلانات وزي اه التهنيج اللي بيحصل في الجهاز. ازاي نسرع الجهاز بتاعنا. هتشوف الاعدادات دي اللي هتساهم معنا في ان احنا نعالج المشاكل دي كلها. ندخل على اول اعداد معنا يا شباب وننزل بالستارة واعدادات. وندخل على جوجل. اول حاجة بندخل على جوجل. بعد كده بندخل على حاجة اسمها الاعلانات. تمام يا شباب? بعد كده بنعمل ايقاف تخصيص الاعلانات. اول اختيار اللي فوق ده. بنعمله تفعيل. يعني بنخليه بدلا ما هو مطفي بيبقى اما مش مش متفعل كده. هو متفعل اصلا. نلغي التفعيل بتاعه. يعني هو طول ما هم متفعل كده زي ما انتم شايفين. هو بيبدأ ارسل ليك بيانات للمعلنين بتاعك عشان يبعتولك اعلانات اه مناسبة لاهتماماتك. فانت بتوقف انت بتاع الاعداد ده. علشان يخليه هيقلل لك اه نسبة عرض الاعلانات بشكل مبير جدا في الجهاز بتاعك. الاعداد اللي بعد كده موجود برضو في جوجل يا جماعة. هندخل على اه التلات نقط اللي فوق دول. هندوس على التلات نقط اللي فوق دول. وندوس على الاستخدام وبيانات التخشيص. هنبدأ نعمل الغاء تفعيل للاعداد ده. الاعداد ده بيطول عمر البطارية بشكل كبير لانه بيفضل يبعت معلومات خاصة بيك لمطور البرامج عشان يبدأهم يحسنوا منتجاتهم. وبياخدهم من اهتماماتك انت رأيهم في التطبيقات بتاعتهم ويبدأوا يشتغلوا عليها. فانت لازم تخلي الاعداد ده لو متفعل زي ما انتم شايفين تخليه الغاء تفعيل. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة خاصة بالموقع لو دخلنا على الموقع في خدمة عندنا اسمها خدمة تحديد الموقع الجغرافي في حالة الطوارق. ايه الخدمة دي احنا معظمنا مش محتاجها في اي حاجة. اه يعني لو انت مسلا في مكان وما فيش شبكة او او كده ما انتش عارفت اه يعني تتصل بحد فده بيبدأ يرسل موقع جهازك او الموقع اللي انت فيه للناس المسؤولين او او اللي هما المسؤولين الطوارق في حالة الطوارق يعني. فانت بتخليه غير مفاعل لو انت مش محتاج. يعني انت ما بتروح له هنا ولا هنا ولا بتعمل حاجة ولا ممكن تبقى فيه في مشكلة في طوارق ولا حاجة من دي فانت ملوش اي لازمة طول ما هو شغال بسحابة البطارية وخلاص. ده الاعداد اللي معناها يا جماعة دلوقتي لازم توقف الاعلان ده الاعداد ده على طول. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة اللي هو اه في بالنسبة للاعدادات بتخش على الاتصالات. معالك ده المزيد من الضبط. الاتصال. معالك دي حاجة اسمها الطبعة او الطباعة. الطباعة ده يا جماعة بتبقى نفعلها طول الوقت عشان بتفضل تدور على اه طبعات عشان خاطر ايه لو انت حبيت تطبع اي حاجة في اي وقت. فبيبدأ يتصل بها اوتوماتيك او بيبقى لما تكون مفاعلة الخيار ده. فاحنا بنلغي الخيار ده ولم بنبقى نعوزه بنشغله. لكن طول ما هو شغال بيسحب في البطارية بشكل كبير جدا. الاعداد اللي بعد كده يا جماعة هيخلي الجهاز بتاعك سريع بشكل كبير جدا وهتحس بفرق كبير في استخدامه. اه احنا مزلنا في الاعدادات هندخل على الاعدادات كده وننزل تحت على حول الهاتف وننزل على معلومات البرنامج ورقم الاصدار نضغط عليه اكتر من خمس مرات. علشان نفعل وضع خيار المطور او وضع المطور. خيارات المطور هندخل عليها بالشكل ده. ونبدأ ننزل تحت خالص على حاجة اسمها حجم الرسوم المتحركة. عشان نغير اعداداتها هي بتبقى مظبوطة على واحد من عشرة يا شباب او واحد اكس احنا نخليها خمسة من عشرة. يعني هي بتبقى مظبوطة على واحد احنا نخليها على خمسة من عشرة. الاعداد اللي بعد كده تحت منه على طول حجم الرسوم المتحركة للنقل بندوس عليه كده ونخليه برضو على خمسة من عشرة. طول مدة الرسوم المتحركة برضو خمسة من عشرة. لو مش عايز حد يشوف اشعاراتك خالص زي ما شايفها فوق كده. شايفوا الاشعارات بين ازاي فوق كده. لو ما انتش عايز الكلام دايبان خالص. بتبدأ تعمل ايه بقى? بتنزل على آآ الاعدادات. تفتح الاعدادات كده. وتخوش على الاشعارات. تمام رجالة? وبعد كده الضبط المتقدم. بتنزل تحت على الضبط المتقدم. تمام? وبعد كده في حاجة اسمها ازهار رموز الاشعارات اهيت. هي مزبوطة على احدى ستلاتة. يعني بيزهر لك احدى ستلات اشعارات اهما زي ما انت شايف فوق. انت ممكن تخلي عدد الاشعارات او تخليها بلا. بلا دي بتلغي كل الاشعارات الموجودة فوق هنا ما بيباني لكش اي حاجة ولا كأن في حاجة شغال عندك. تمام يا شباب ده بالنسبة للاعداد اللي معنا دلوقت. آآ عشان نبدأ نوفر في استهلاك البطارية بشكل كبير. هنعمل الاعداد اللي معنا ده. هتدخل على الشاشة. وندخل على حاجة تحت نهوت اسمها اسف اول حاجة فوق ضبط الوضع الداكن. ونبدأ نفعله كما هو مجدول لو فعلته بالشكل ده هيظهر عندك من غروب الشمس الى شروق الشمس تقدر تعمل جدول انت مخصص ليك تقدر تعمل وقت بدء ووقت انهاء زي ما انت عايز لكن الوضع الداكن ده جماعة بيوفر بشكل كبير جدا في استهلاك البطارية. آآ ياريت ان انت تحاول تفعله باستمرار. آآ لو انت مش عايز تخلي التطبيقات تشتغل في الخلفية. يعني دايما التطبيق بيبقى شغال وبيسحب في بطاريتك وبيسحب في بياناتك. تعال هاتف. فبتعمل ازاي انت على في الموضوع ده وقت بتدوس على اي تطبيق انت عايزه زي ما ليكن التطبيق ده. تدخل على التفاصيل بتاعته. هتخش على البطارية. دوس عليها كده. ما تفعل هنا عندك حاجة اسمها السماح بالنشاط في الخلفية. احنا كل اللي احنا نعمله هنعمل الغاء تفعيل للحتة دي. وحاجة كمان نعمل له الغاء تفعيل. قد يؤدي الغاء تفعيل هذا التطبيق الى توقف تطبيقات الاخرى عن العمل بشكل صحيح. فبتعمل له الغاء تفعيل عشان توقف عمل التطبيق ده وتشغل وقت من انت محتاج آآ بس. دي كانت اعداداتنا يا جماعة النهاردة ويا رب تكونوا استفدتم منها. ويا ريت تهتموا بالحاجات دي لان هي بتساعد بشكل كبير في العمل الجهاز بشكل افضل ويبقى اكثر كفاءة. آآ اشكركم ويا رب تكونوا استفدتم الفيديو ويا ريت لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة تسوفونا. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.